اشتركوا في القناة نبدأ أولا بالتمهيد فيمكن تصور الاقتصاد الوطني سوقا كبيرا حيث يتم تداول مئات الآلاف من السلع والخدمات في أنحاء المجتمع كافة وإذا كان التوازن في سوق سلعة واحدة يتوقف على الطلب والعرض من تلك السلعة فإن التوازن الكل في الاقتصاد القومي يتوقف على الطلب الكلي والعرض الكلي الأهداف من المتوقع عزيزي الطالب بعد نهاية هذا الدرس أن تتمكن من أولا تعريف الطلب الكلي والعرض الكلي ثانيا توضيح مفهوم التوازن الكلي ثالثا رسم منحنى الطلب الكلي ومنحنى العرض الكلي رابعا استنتاج نقطة التوازن الكلي خامسا تفسير الحالات المختلفة للتوازن الكلي وتحديد الحالة المثلة للاقتصاد وسوف نتناول في هذا الدرس أولا الطلب الكلي ثانيا العرض الكلي ثالثا التوازن الكلي فالطلب الكلي هو مجموع السلع والخدمات التي تطلبها قطاعات المجتمع كافة عند مستويات مختلفة من الأسعار خلال فترة زمنية محددة عادة سنة ويسهم في الطلب الكلي أربعة قطاعات أولا طلب الكطاع العائلي الإنفاق الاستهلاكي ويرمز له بالحرف C ويقصد به باللغة الإنجليزية Consumer ثانيا طلب كطاع الأعمال الإنفاق الاستثماري الخاص ويرمز له بالحرف I ويقصد بالحرف I باللغة الإنجليزية Investment ثالثا طلب الكطاع الحكومي وهو الإنفاق الحكومي العام ويرمز له بالحرف G ويقصد به باللغة الإنجليزية Government رابعا صافي الطلب الخارجي على السلع والخدمات وهي عبارة عن صافي المعاملات الخارجية التي تمثل الصادرات ناقص الواردات فالصادرات يرمز لها بالحرف X ويقصد به باللغة الإنجليزية Export والواردات يرمز لها بالحرف M ويقصد بها باللغة الإنجليزية Import أولا منحناء الطلب الكلي فكما نلاحظ أن هذا المنحناء يوضح منحناء الطلب الكلي الكميات المختلفة من السلع والخدمات المطلوبة على المستوى الكلي عند المستويات المختلفة من الأسعار في هذا الشكل فالمحور الأفقي يمثل الكميات الكلية المطلوبة معبرا عنها بالناتج القومي الحقيقي أو الدخل القومي الحقيقي والمحور الرأسي يمثل المستوى العام للأسعار وينحدر منحناء الطلب الكلي AD من أعلى إلى الأسفل جهة اليمين من الأعلى إلى الأسفل جهة اليمين مما يعني وجود علاقة عكسية بين الطلب الكلي والمستوى العام للأسعار فكلما انخفض المستوى العام للأسعار ارتفع مستوى الطلب الكلي فكما نلاحظ عند انخفاض المستوى العام للأسعار من P2 إلى P1 سوف تزداد الكمية من Q2 إلى Q1 وزيادة الأسعار مع افتراض ثبات العوامل الأخرى يعني انخفاض قدرة الوحدات الاقتصادية على طلب السلع والخدمات المختلفة أي تتناقص الكميات الممكن شراؤها وهذا يفسر الميل السالب لمنحناء الطلب الكلي العرض الكلي هو مقدار الناتج القومي الذي يكون قطاع الأعمال مستعدا لإنتاجه وبيعه خلال فترة زمنية معينة عادة سنة عند المستويات المختلفة من الأسعار فكما نلاحظ في منحناء العرض الكلي هو خط بياني يوضح مستويات الانتاج القومي المناظرة لمستويات الأسعار المختلفة ويلاحظ أن كمية الانتاج التي تكون المنشآت مستعدة لعرضها تتوقف على الأسعار التي تحصل عليها مقابل منتجاتها وعلى مقدار ما تدفعه للعمال وعوامل الانتاج الأخرى التي تستخدمها في نشاطها الانتاجي لذلك فإن منحناء العرض الكلي يعكس الظروف السائدة في سوق عناصر الانتاج وكذلك الظروف السائدة في سوق السلع والخدمات وينقسم منحناء العرض الكلي إلى ثلاثة أجزاء تحكس طبيعة العلاقة بين الناتج القومي الحقيقي والمستوى العام للأسعار في الظروف الاقتصادية المختلفة نبدأ أولا بالجزء الأول وهو الجزء الأفقي ويكون منحناء العرض الكلي خطا أفقيا عند جميع المستويات الناتج القومي الأقل من Q0 في هذا الجزء لا يصاحب زيادة الناتج القومي الحقيقي أي زيادة في المستوى العام للأسعار فكما نلاحظ لا يوجد هناك أي زيادة في الجزء الأفقي للأسعار فعند السعر P0 فالسعر ثابت في الجزء الأفقي ليس هناك زيادة أو نقص في المستوى العام للأسعار نأتي بعد ذلك إلى الجزء المنحدر الجزء الثاني من منحناء العرض الكلي وفي هذا الجزء يمتد من مستوى الناتج Q0 إلى مستوى الناتج Qstar ويكون منحناء العرض منحدرا إلى أعلى أي موجب الميذ وفي هذا الجزء تؤدي كل زيادة في الناتج القومي الحقيقي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار كما يرتبط انخفاض الناتج القومي بانخفاض المستوى العام للأسعار وإذا انخفض الناتج القومي تنخفض معه الأسعار وإذا ارتفعت الأسعار يزداد الناتج القومي نأتي إلى الجزء الثالث وهو الجزء الرأسي ابتداء من هذه النقطة ويستمر إلى الأعلى في مسار رأسي وهو الجزء الذي يبدأ بعد مستوى الناتج القومي Qstar ويكون منحناء العرض الكليا خطا رأسيا وخلال هذا الجزء لا يمكن زيادة الناتج القومي الحقيقي أي أن جميع موارد الاقتصاد موظفة بيئة الكامل ولا مجال لزيادة الانتاج بأي حال مهما ارتفعت الأسعار ويطلق على مستوى الناتج Qstar أو Q نجمة التوظف الكامل أو دخل التوظف الكامل وهذا يمثل الحد الأقصى لقدرة المجتمع الانتاجية لأن جميع موارد المجتمع موظفة بيئة الكامل فكما نلاحظ في الجزء الرأسي أن جميع موارد المجتمع موظفة بيئة الكامل فنلاحظ في هذا الجزء هناك عدد كبير من الوظائف وكذلك الاستخدام الكامل للموارد الاقتصادية في هذا البلد التوازن الكلي يتحقق التوازن الكلي في الاقتصاد القومي عندما يتوافق الطلب الكلي AD مع العرض الكلي AS أي عندما يتلاقى رغبات وقدرات قطاعات الاقتصاد الأربعة لشراء كميات الناتج القومي مع رغبات المنتجين في تقديم هذا القدر من الانتاج ويسمى المستوى العامل للأسعار الذي يحقق هذا التلاقي مستويات الأسعار التوازني وكذلك يسمى الناتج القومي الحقيقي الذي يحقق رغبات الطرفين الناتج التوازني ففي هذا الشكل كما نلاحظ يتحقق التوازن الكلي عند تقاطع منحنة الطلب الكلي AD مع منحنة العرض الكلي AS ومستوى الأسعار التوازني PE ومستوى الناتج التوازني QE معنى هذا أن عند المستوى العامل للأسعار PE ترغب وتقدر قطاعات الأربعة القطاع العائلي وقطاع الأعمال والحكومة والقطاع الخارجي على شراء الكمية QE من الناتج القومي الحقيقي كذلك ترغب منشآت الأعمال في تقديم نفس الكمية عند هذا المستوى من الأسعار ماذا يحدث إذا كان المستوى العامل للأسعار الفعلي يختلف عن المستوى التوازني إذا كانت الأسعار عند مستوى أعلى من المستوى التوازني تكون كمية الناتج القومي الحقيقي التي ترغب وتقدر قطاعات الاقتصاد على شرائها أقل من كمية الناتج التي ترغب المنشآت في تقديمها لذلك تتجه الأسعار إلى الانخفاض حتى تصل إلى المستوى التوازني أما إذا كان المستوى العام للأسعار أقل من المستوى التوازني تتجه رغبات القطاعات الاقتصادية إلى شراء المزيد من كميات الناتج القومي مما يدفع مستوى الأسعار إلى الارتفاع حتى تصل إلى المستوى التوازني حالات التوازن الكلي الاحتمال الأول حالة الكساد الاحتمال الثاني الاقتراب من التوظف الكامل الاحتمال الثالث حالة التضخم أولا حالة الكساد فإذا كان الطلب الكلي ممثلا بـ AD1 فإنه يقطع الجزء الأفقي من منحنى العرض الكلي فكما نلاحظ أن هذا هو الجزء الأفقي من منحنى العرض فإنه يقطع الجزء الأفقي من منحنى العرض الكلي عند النقطة E1 في هذه الحالة يتحقق التوازن الكلي عند المستويات Q1 ومستوى الأسعار P0 في هذه الحالة يعاني المجتمع من الكساد والبطالة ذلك لعدم الاستغلال الأمثل للموارد لأن الناتج التوازني Q1 أقل من الناتج المناظر للتوظف الكامل Q-Star ونظرا لأنه ناتج توازني فلا يوجد حافز لزيادة الإنتاج لتوظيف الموارد بالكامل وفي هذه الظروف تتدخل الحكومة بالسياسات الاقتصادية المناسبة لتنشيط الطلب الكلي والحد من البطالة وسوف نتعرف كيف تقوم الدولة وما هي السياسات التي تتبعها الدولة لمعالجة حالة الكساد في الوحدات القادمة من هذه المادة الاحتمال الثاني الاقتراب من التوظف الكامل فإذا كان الطلب الكلي ممثلا بالمنحنة AD2 فإنه يقطع الجزء موجي بالميل هذا هو الجزء موجي بالميل من منحنة العرض الكلي AS عند النقطة A2 في هذه الحالة يتحقق توازن الاقتصاد عند مستوى الناتج Q2 والمستوى العام للأسعار P2 ويلاحظ هنا أن الاقتصاد يقترب من مستوى التوظف الكامل أي أن أغلب الموارد الاقتصادية لديه مستوعبة في الكامل في الإنتاج لذلك إذا زاد الطلب على هذه الموارد يتوقع ارتفاع أسعارها مما يضغط في اتجاه رفع المستوى العام للأسعار على المستوى الكلي هذه الحالة من ارتفاع الأسعار تكون تدريجية ومقبولة طالما أنها مرتبطة بتوظيف المزيد من موارد المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني الاحتمال الثالث حالة التضخم فإذا كان الطلب الكلي ممثلا بالمنحنة AD3 فإنه يقطع الجزء الرأسي من منحنة العرض الكلي AS عند النقطة E فإذا هذا هو الجزء الرأسي من منحنة العرض الكلي فإن منحنة الطلب الكلي يقطع الجزء الرأسي من منحنة العرض الكلي عند النقطة A3 في هذه الحالة يتحقق التوازن الكلي عند المستوى الناتج القومي Q star وهو المستوى التوظف الكامل أي أن جميع موارد المجتمع الاقتصادية مستوعبة بالكامل لكن هذا التوازن الكلي تحقق عند مستوى مرتفع من الأسعار P3 أعلى من الحد الأدنى المطلوب لتحقيقه عند مستوى الناتج القومي الحقيقي المناظر للتوظف P star وبالتالي يعاني الاقتصاد من مشكلة التضخم في هذه الظروف تتدخر الحكومة بالسياسات الاقتصادية الملائمة لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار التقويم ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي واحد العرض الكلي هو مجموع السلع والخدمات التي تطلبها قطاعات المجتمع كافة والإجابة خاطئة حيث أن الطلب الكلي هو مجموع السلع والخدمات التي تطلبها قطاعات المجتمع كافة وليس العرض الكلي اثنين الطلب الكلي هو مقدار الناتج القومي الذي يكون قطاعات الأعمال مستعدا لإنتاجه وبيعه وهذه الإجابة خاطئة حيث أن العرض الكلي هو مقدار الناتج القومي الذي يكون قطاعات الأعمال مستعدة لإنتاجه وبيعه وليس الطلب الكلي ثلاثة عند الجزء الأفقي من منحناء العرض الكلي لا يصاحب زيادة الناتج القومي الحقيقي أي زيادة في الأسعار وهذه الإجابة صحيحة أربعة يتحقق التوازن الكلي في الاقتصاد القومي عندما يتوافق الطلب الكلي مع العرض الكلي وهذه الإجابة صحيحة خمسة يحدث الكساد إذا كان الطلب الكلي يقطع الجزء الأفقي من منحناء العرض وهذه الإجابة صحيحة ستة يحدث التضخم إذا كان الطلب الكلي يقطع الجزء موجب الميل من منحناء العرض الكلي وهذه الإجابة خاطئة والسبب في ذلك إذا كان الطلب الكلي يقطع الجزء موجب الميل من منحناء العرض الكلي فإنه يكون عند مستوى الاقتراب من التوظف الكامل وليس حالة التضخم سبعة يقترب المجتمع من التوظف الكامل إذا كان الطلب الكلي يقطع الجزء الرأسي من منحناء العرض الكلي وهذه الإجابة خاطئة حيث إذا كان الطلب الكلي يقطع الجزء الرأسي من منحناء العرض الكلي ففي هذه الحالة يحدث التضخم وليس الاقتراب من التوظف الكامل إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم ونشكر لكم أعزائي الطلاب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا